السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم محمد حدادي تطبيقات الخرائط أخوات جداً كثير وأفهمها وأشهرها وأفضلها خرائط جوجل بدون منافس بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي الكثير أعتقد ولكن في خرائط كذا لها لمسات خاصة لها مميزات ما تلاقيها مثلاً في أي تطبيق آخر عندي اليوم تطبيقين جميلة جداً لو أنت حابب تعطي نفسك فرصة وتستغنى عن خرائط جوجل أو تستخدمها بجانبها ما حيضر شيء هذه التطبيقات تدعم اللغة العربية بالكامل كذلك تدعم الاستخدام بدون انترنت تقدر تحمل خرائط العالم وتتجول بدون انترنت أوقات تدخل أماكن ما فيها انترنت ينقطع وتقول يا ريت أنا حملت من خرائط جوجل هذا حمل وعيش حياتك غير كذا في بعض أماكن البر أيضاً تحتاجها جداً كثير بالذات للناس أصحاب الرياضات المختلفة فبلش أطول عليكم وخلونا نبدأ الفيديو مع بعض روابط التحميل بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل الفيديو للآيفون وللأندرويد وخلينا نبدأ طيب يا أخوان نبدأ ونقول بسم الله أتوقع أنه التطبيق اللي باللون الأخضر هذا يعني يدمر عليه قبل كذا أو شفته قبل كذا أو استخدمته قبل كذا ومع ذلك في ناس كثير أيضاً ما تعرفوا وما تعرف مميزاته الرهيبة وهذا التطبيق أيضاً الثاني اللي معايا لأتوقع الكثير ما يعرفه خلينا نبدأ بهذا التطبيق ونشوف إيش المميزات اللي يحتوي عليها هذا التطبيق أول ما بتفتح التطبيق هذه هي الواجهة بيطلب منك مثلاً اللي هو السماح بالإشعارات والآن بتعطيه صلاحية الوصول إلى الموقع طيب الآن هو جالس يحدد الموقع وجاءني مباشرة اللي هو اللي هو تحميل الخريطة ولكن خلينا نحول لغة التطبيق في البداية ورحنا إلى خيار مور بعدها سيتينج ونزلنا الآخر شيء هنحصل اللانجوج اللي هي اللغة بيحولنا إلى إعدادات الآيفون ولو كان آيفونك بالعربي هجيك بالعربي مباشرة وهنا بنختار اللغة العربية الآن بنرجع للتطبيق مرة أخرى وهنا بيقول لي مثلاً تحميل هذه الخريطة طبعاً أنا ما بحمل الآن ولكن خلينا نتعرف في البداية على التطبيق هنا ملفك الشخصي يفضل بكل تأكيد أنك تسجل دخول عشان لو عندك مثلاً أكثر من جهاز آيفون أو جهاز آيفون وأندرويد لأنه يدعم الجهازين يصير كل شيء مرتب ومخزن بشكل آلي بين الأجهزة فبيمنحك صلاحية الدخول مثلاً عن طريق حسابك في أبل أو جوجل أو إلى آخره فأنا مثلاً بدخل بجوجل طيب الآن بعد ما سجل دخول بضغط على رائع وبكمل الآن هنا بوافق على الشروط والأحكام تسجيل الدخول وهنا بدخل رقم جوالي هذه هي الصفحة الرئيسية الخاصة بإعدادات ملفك الشخصي عندنا عدة خيارات لو دخلنا على إعدادات الخرائط والملاحة فأحاول أركز على الأشياء المهمة جداً لأنه يعني خيارات التطبيق جداً كثير وإعداداته جداً كثير وما أطول عليك من أهمها لو حابب مثلاً التعليمات الصوتية لو حابب تسوي لها إيقاف أو أنك تشغلها اللي هي زيادة السرعة أو كاميرات اللي هي السرعة عندك الأماكن المهمة زي مكان العمل ومكان المنزل عشان لو أنت مثلاً في العمل تقول لتوجه إلى المنزل وأنت في المنزل تقول لتوجه إلى العمل أو كنت في أي مكان وتقدر تتوجه إلى العمل والمنزل بباشرة بما أنهم أكثر مكانين الشخص يعني يروح لهم بشكل يومي وهذه جداً سهلة زي اللي موجودة في خرائط جوجل وباقي الخرائط تقدر تحدد موقعك بكل سهولة وحدات القياس لو أنت حابب اللي هي بالكيلومتر أو بالمايل هنا الخطوة اللي أتكلم عنها أو الإعداد اللي أتكلم عنه اللي هو نسخ أحتياطي للإشارات المرجعية هنا لو أنت بسجل حساب أو بنفس الحساب على الآيفون أو الأندرويد بنفس حسابك حجيك جميع الإشارات المرجعية اللي هي الأماكن المفضلة الأوتو داونلود اللي هو التحميل التلقائي للخرائط لما يتوفر عليها إنترنت تقدر في أي وقت تهدف حسابك من خلال ديليت أكاونت وعندك تقدر اللي هو تزيد حجم الخط للناس اللي نظرهم ضعيف وتقدر أيضا تغير الألوان الخاصة بالتطبيق وأيضا تقدر تغير أيقونة التطبيق أو لون التطبيق الخاص بالأيقونة طيب الآن خلصنا مثلا من اللي هو الملف الشخصي لو حابين مثلا نبحث عن أي مكان بيجيب لك بهذه الطريقة اللي هي أهم الأماكن وهنا بيجيب لك أهم الاختصارات لأهم الأماكن مثلا الواي فاي فين يتوفر بشكل مجاني عندك الأماكن السياحية عندك اللي هو الخاصة بقالات والمشتريات والفنادق وإلى آخره هنا بتكون قائمة المفضلة لأهم الأماكن اللي أنت أضفتها عندك كإشارات مرجعية وبتتزامن مع جميع أجهزتك لو ارتجهنا إلى المزيد بتطلع لنا ميزة جدا جميلة وهي بدء تسجيل المسار يسجلك مسارك كامل خلال أي رحلة أنت تسويها ومن نفس هذا الإعداد حتحصل عندك تنزيل الخرائط طبعا يدعم جميع خرائط العالم وتقدر تستخدمها بدون إنترنت وبكل سهولة فهنا جاب لي اللي هو أقرب مكان ليا أو السعودية لأن هذا المكان اللي أنا تواجد فيه ممكن تضغط على أد ماب اللي هو إضافة خريطة وتختار أي بلد في العالم من ثم تحملها وبعدها تقدر تستخدم الخرائط بدون إنترنت تقدر أيضا تشارك موقعك زي ما بنشارك مواقعنا عن طريق اللي هو جوجل ماب أو قرائط جوجل تقدر أيضا هنا بكل سهولة تشاركوا عن طريق الواتس أب أو أي تطبيق آخر أو حتى تنسخ اللي هو رابط الموقع وترسله عن طريق اللي هو أي تطبيق تقدر بكل سهولة تحدد أي مكان وتقوله الطريق إلى مباشرة بيرسم لك الاتجاهات تقدر تختار اللي هو تحميل الخريطة مباشرة أو لو أنت كنت محملها من أول على طول بيتجيب لك إياها وبيتجيب لك المسار سواء كان مدتها بالسيارة أو عن طريق القطار أو عن طريق اللي هو الدراجة أو عن طريق المشي وإلى آخر من بقية الإعدادات المعروفة فهذا كان أهم شيء صراحة داخل التطبيق أنه تقدر تستخدمه باللغة العربية بالكامل أنه يدعم جميع خرائط العالم بدون إنترنت وفيه التوجيه وفيه أيضا تسجيل المسار لو اتجهنا إلى التطبيق الآخر وهو صراحة اللي أنا معجب جدا فيه كنت مجربة على جهاز الأندرويد وحبيت أشرحه الآن على جهاز الآيفون أول ما بتختار التطبيق أو بتفتح التطبيق طيب يا أخوان بكل تأكيد حيطلب منك صلاحية الوصول إلى الموقع وهذا هو شكل الخريطة يعني بشكل عام بدون تكبير وبدون تصغير عندك الزائد والنقص للتكبير والتصغير هنا لتحديد موقعك بكل سهولة عندنا الكرة الأرضية هذه لو ضغطناها بيجيك كافة العدادات المهمة زي الأماكن المفضلة زي نقاط الاهتمام وكلها واضحة قدامك وزي هذه الميزة اللي صراحة ما قد شفتها في أي تطبيق خاص بالخريط وهو أنه يعطيك معلومات بدون انترنت على أي معلم أو أي مدينة أو أي دولة بكل سهولة من خلال ويكيبيديا وطبعا حتحتاج التحميل في البداية عشان تقدر تستخدمها بدون انترنت زي الخريط أيضا للناس المهتمة بالرياضة هذا التطبيق جدا مفيد لأنه فيه الطرق الوعرة أو الطرق البرية أو البر فبيعطيك طرق الدراجات الهوائية عندنا أيضا الدراجات الجبلية الهايكينغ وغيره ولو ضغطنا على عرض الكل بيجي كافة الرياضة طبعا بكل تأكيد باقي العددات زي أنه يدعم اللي هو الوضع الليلي الوضع النهاري تقدر تكبر خريطة تقدر تكبر حجم النص للناس ضعافة النظر وغيره وسائل المتواصلات المتوفرة لو أنت بتحدد مكان معين بيعطيك إياها كذلك نمط الطريق زي ما قلت لك هذا التطبيق مختلف عن كثير من التطبيقات الخاصة بالخرايط فعندنا مثلا التضاريس للناس اللي تهتم بالمنحدرات والتلال وغيره كذلك من مميزاته أيضا اللي هي حالات الطقس بشكل دوري يعني تحديث فوري وبكل تأكيد يدعم اللغات يعني جميع اللغات ومن أهمها طبعا اللغة العربية طيب لو ضغطنا على هذه الثلاث شرطات اللي هنا نقدر نروح إلى إدارة الخرايط وهنا بيقول لك أنك تقدر تحمل سبع خرايط مجانة تحصل عليها تحصل على تحديثاتها بلا حدود ولو حابب تحمل ثلاث خرايط أخرى بيقول لك اشترك في قائمة البريدية وبيصير عندك عشر خرايط طبعا لما نقول عشر خرايط يعني مثلا لو دخلنا على آسيا مثلا لو توجهنا إلى المملكة العربية السعودية هذه تعتبر خريطة فمثلا لو قلنا له تحميل بيبدأ يحمل خريطة المملكة العربية السعودية أحد معايا نقدر أيضا نحمل توقعات الطقس كافة المعلومات الخاصة بالمملكة العربية السعودية بأماكنها بمدنها بكل شيء كذلك الانحدارات والتضاريس كافة المعلومات الخاصة فيها هذه صراحة ما فيمتش هي وأساسا مع الطرق بمجرد التحميل لهذه الأشياء تقدر تستخدم التطبيق بكل سهولة بدون انترنت عجبني أيضا اللي هو خيار تخطيط الطريق طبعا هذا موجود في خرايط جوجل ولكن يعني فيه لفة شوية ولكن هنا جايب لك هو بطريقة جدا سهلة وبسيطة يعني مثلا لو سوينا إنشاء مسار حددنا مثلا خلينا نقول مثلا من جدة نضغط على المسطر اللي هنا خط مستقيم وبعدها نقدر نروح مثلا لأي مكان على سبيل المثال خلينا نروح المدينة الله يرزقكم بزيارتها هنا أعطاني 337 كيلو المسافة من جدة إلى المدينة من خلال خيار خيارات حنحصل عندنا أشياء جدا كثير زي مثلا حفظ مصار جديد أو إضافة إلى مسار أو نقدر نسوي مسحة الكل فأنت تحدد يعني نوعية الاستفادة اللي أنت تقدر تستفيد من هذه الميزة الآن تم تحميل الخريطة وهذه هي شكلها بعد التحميل والآن أقدر أستخدم خريطة المملكة العربية السعودية بدون إنترنت ولاحظ أصبحت باللون الأخضر يعني هذه الخريطة كاملة محملة لاحظ معايا شكل الخريطة لما تكبرها شكل المسارات اللي موجودة فيها لو ضغط على أي مكان بيجيب لك إيش هو هذا نوع المكان وتفاصيل إضافية ولو في أي صور لهذا المكان طبعا إحنا طحنا في مكان صراحة أنا ما عارف بس خلينا مثلا نروح مكان واضح طيب حنخش تفاصيل إضافية وحتلاقي كافة المعلومات عن هذا المكان من خلال موقع وكيبيديا وهنا عشان ما حملناها فنقدر نحملها أيضا بكل سهولة وتقدر مباشرة مثلا تقول له الملاحة من موقعي تشغيل الصوتي أعطاني الوقت وأعطاني المسافة الارتفاعات والمنحدرات هذا عن طريق السيارة لو حطناها مثلا عن طريق الدراجة ولو حطناها عن طريق اللي هو المشي أو عن طريق القطار فمثلا لو نقول له بد الآن هذا هو شكل الخريطة لو دخلنا على عدادات نقدر نختار الطرق الأقل استهلاكا للوقود يعني الطرق اللي هي الأكثر مسافة ممكن نسوي عدادات الملاحة وهنا في خيارات وإعدادات جدا كثير على راحتك انته أيضا من الخيارات اللي جدا جميلة واللي الكثير يعني مو الكثير في بعض الناس ممكن تحتاجها لو دخلنا على تخصيص الشاشة تقدر تفتح خيار اللي هو مستوى بطارية الجوال كذلك عرض الإحداثيات وبس تقريبا لو أنت مهتم بتجربة هذا التطبيق أو التطبيق الآخر أكتشف باقي المميزات زي ما شفنا مع بعضي أخوان تطبيقات جدا رهيبة حاول تكتشف المميزات والمواصفات أكثر بنفسك لو أنت في حاجة لها أنا أعطتك أهم المميزات التي تتميز فيها هذه التطبيقات لو عندك اقتراح أي تطبيق آخر سواء يخص الخرايط أو غيره يريد تكتب ليهو في صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية هذا الفيديو إن شاء الله أكون أفلت تكون لكم معلومة بسيطة يعطيكم ألف عافية لا تنسوا نملك وسبسكراي في القناة في أمان الله